بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي رسوله الكريم نواصل السلسلة الإنشاءات نتطرق اليوم إلى إنشاء معين طبعا البسال التي نستعملها هي الممحات والقلم الرصاص والمصارة والمدور وهذا القلم عند الضرورة المطلوب الآن هو إنشاء معين طول ذلعه 4 سم إذن أول شيء نرسم نرسم ضلع أحد الأضلع ولي يكون مثلاً هذا الضلع هذه قطعة طولها 5 سم إذن هذا سأعينها نقطتين من المضلع ممكن أن أعطي لها سلبين آخر في المدور سأخذ سأخذ طول هذه القطعة نحددها بالميذور طبعاً لها 5 سم نرسم قوس من دائرة كيفي؟ قوس كيفي؟ ثم نرسم الضلع الأخر إذن نقدر نحدد أي نقطة هنا على هذا القوس سأخذ الطول بين هذه النقطتين هو كذلك 4 سم مثلاً نختار نقطة هنا سأخذ لأنها دائرة نسقطرها 4 سم ثم ثم بنفس الفتحة نفس الفتحة هذه تعطل نرسم قوس آخر من النقطة هذه والنقطة أخرى الثانية نرسم قوس آخر نحصل على النقطة الرابعة للمعين المعين إذن نجري التوصيل إذن نحصل على المعين المطلوب طبعاً هذا المعين أضلعه متقريسة إذن هذا طوله 4 سم 4 سم كذلك 4 سم 4 سم إذن الرباعي الذي كل أضلعه لها نفس الطول هو معين أنا لاحظة أنا معين هذا يساعدني في الإنشاء إن شاء هذا القاعدة هذه القاعدة التي تسمح لي بإنشاء المعين ونتقى في حصة أخرى إن شاء الله وسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر